في مباريات زي المباراة اللي فاتت دي بتكسب ولا تلعب صح ولا؟ صح؟ تكسب ولا تلعب انت لسه مستلم فهمنا؟ لسه مستلم أنا هام حاجة عندي ما تقوليش أداء لا أنا عايز أكسب عشان عندي هدف تصفيات لكن أنا ممكن ألعب وما وصلش الهدف اللي أنا مروحش أكسل أمم يبساعتا الناس هتقول إيه هيعجبها الأداء؟ الأداء ويقولك مش مؤمن نتيجة لو عملت نتيجة يقولك أصدفين الأداء فإحنا دايماً ماشيين بالعكس ما فيش مدرب بيلعب على الخسارة، أي مدرب في الدنيا بيعيز يكسب صح؟ بس هي الحتة اللي أنت بتتكلم فيها اللي أنا أقنق الجمهور الجمهور عايز يتفرج على منتخب مصر عايز أستمتع وانا بتفرج على منتخب مصر وخصوصاً اللي أنت عندك الأدوات يا كريم عندك؟ عندك الأدوات يعني أنت بتتكلم يعني كل اللعيبة اللي موجودة عندك دي ما تنفس ما يطلع لكش كرة حلوة نتفرج عليها عندك الأدوات أنا حسيت اللي أنت يعني مش مصابق معي في النقطة دي أنت لسه من شوية كنت تقولي أن إحنا عدده مشكلة في المواف مثلا في العيبة وسط المر لأ أنا كنت بتكلم على التصويب على التكمل مهارات مش موجودة لأنا همشي معك واحدة واحد كابتن إيهاب جلال من أول مباراة فيه اختلاف عليه وطبعا الحكم على كابتن إيهاب جلال مبكر جدا ما ينفعش يتحكم عليه بس كالوس كيروش كابتن حسام البدري أجيري كوبر قبلهم كان دايما الناس تتحدث عن الأداء بتاع منتخم مصر مش كويس هل كل مدربين دول ما كنوش كويسين مش عارفين يعملوا أداء مش كويس ولا هي كانت المشكلة في اللاعب في المجموعة اللاعبين اللي موجودين سرعة المحير بسرعة بص الاتنين يعني عشان ما شايلش اللعيبة لو حدود ومعشان ما شايلش المدربين أستخدرنا مدربين كتير بس اللعيبة هي هي اللعيبة هي مع اختلاف مثلا بتلاقي تلاتة طبعا اسمين تلاتة طبعا مفهوم دايما أي لعيم مثلا ما بيبقى ستشايف اللي أنا أقدي قدم أنا عندي هدف مضغوط اللي أنا لازم أكسب عشان اسم بلدي واتشيرت بلدي كاس الأمم الأفريقية رغم اللي احنا قدينا ولعبنا مئة وعشرين ديئة في كذا مباراة وفي تلات مباراة ووصلنا النهائي وكل حاجة بس كان لازم عندنا رقم واحد اللي أنا عايز أخذ البطولة وأحرز البطولة فما كانش حد مركز اللي انت تعمل أداء الناس كلها كانت متحمسة اللي انت تاخد بطولة والناس احنا وصلنا مع السنغال ويتشدكت وقتان اللي احنا ما بنركز احنا أما حاجة بيغض النظر على ده اللي احنا عايزين ناخد الكاس وخلاص صح فهي الكاسة كلها اللي كابتن إهاب عنده اسلوب بس امتى هيجي الاسلوب ده مع الوقت مش من يوم وليلا كده هيفرض الاسلوب وهنلاقي النتيجة على طول لا ده محتاج وقت واعتقد اللي اللعيبة هو بيعرف يتعامل نفسين كويس قوي يعرف يخلي اللعيبة تحبه ازاي وبيتعامل باحترام جدا مع اللعيبة فأعتقد اللي اللعيبة هتستوعب بينه بسرعة انا متوقع للكابتن إهاب جلال كده